السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الستاذ احمد مصطفى طعموم اه في الفيديو ده هوضح في بعض النقاط بس للمرحلة الاعدادية بالنسبة لمنهج العلوم في ناس كانت مكلماني عايزين يعرفوا تركيب الزرة اه وكم نقطة كده تاني في المنهج بس هنبدأ بتركيب الزرة وتحديد عدد البروتونات وعدد النيترونات والالكترونات ومحتوية الزرة يعني في البداية اه خالص لازم تكون عارف ان الزرة دي تعتبر الوحدة البنائية لاي مادة سواء كانت سائلة او غازية او صلبة وان الزرة دي تتركب من جزئين اساسيين الجزء الاول اسمه النواة والجزء التاني اسمه الالكترونات النواة هي اللي تعتبر في مركز الزرة والالكترونات بتدور حول النواة بمعنى يعني انا لو جيت رسمت النواة في الزرة هتبقى وضعها مركزي في النص كده والالكترونات حلاحظها انها بتدور حوالين النواة في مستويات طاقة معينة شكل تخيولي كده بس للزرة بان في المنتصف في نواة وحواليها الكترونات بتدور في مستويات طاقة طيب النواة دي بداخلها ايه بداخلها نوع نوعين من الجزيمات النوع الاول يسمى البروتونات والنوع التاني يسمى النيوترونات يبقى معنى كده ان الزرة اساسا نواة وإلكترونات النواة بداخلها جسيمين جسيم الاول اسمه بروتونات وجسيم التاني اسمه النيوترونات يبقى انا كده فيه تلات حاجات اساسية في الزرة فيه إلكترونات وفيه بروتونات وفيه نيوترونات الإلكترونات شحنتها سالبة يعني لو بسطت على الإلكترونات هلقيها شحنتها سالبة والبروتونات شحنتها موجبة والنيترونات شحنتها متعدلة يعني زالب وموجب وده متعدل طيب بالنسبة للبروتونات بيعتبر ايه بالنسبة للزرة بيعتبر العدد الزري يعني لو حابين نعرف ايه هو العدد الزري هو عدد البروتونات اللي موجودة في نواة الزرة في عدد تاني نسمع عنه اسمه العدد الكتلي العدد الكتلي هو مجموعة الاتنين دول مع بعض البروتونات والنيترونات يبدأ اسمه العدد الكتلي ما هو العدد الكتلي؟ هو مجموعة عداد البروتونات والنيترونات داخل الزرة يبقى عشان ما ننساش الزرة مكونة من نواة واللكترونات النواة في المركز بينما الالكترونات تدور حول النواة النواة بتحتوي على جسيمين الجسيم الأول اسمه بروتونات والجسيم التاني اسمه نيترونات الإلكترونات اللي بتدور حول النواة شحنتها سالبة البروتونات اللي هي موجودة داخل النواة شحنتها موجبة والنيترونات اللي داخل النواة برضو شحنتها متعدلة البروتونات بس اسمها عدد زري البروتونات نضيف لها نيترونات يبقى المجموع كله اسمه العدد الكتلي حندي مثال بسيط لو معايا زرة زي زرة الليسيام مثلا زرة زي زرة الليسيام بلاقي تحتيها رقم صغير وتحفيها رقم كبير الرقم الصغير ده هو اللي بيعبر عن عدد البروتونات بس بيعبر عن عدد بروتونات طب واللي فوق بيعبر عن بروتونات زائد نيوترونات يبقى طالما اللي تحت بيعبر عن بروتونات فقط يبقى ده اسمه العدد مين يبقى ده اسمه العدد الزري وطالما اللي فوق بيعبر عن حشتين اتنين بروتونات ونيوترونات يبقى ده اكيد العدد مين العدد الكتلي يبقى اللي تحت الصغير هو العدد الزري اللي فوق الكبير هو العدد الكتلي طيب كده بعد ما وضحنا التركيب بتاع الزرة بالنسبة لعدد البروتونات اجيبه ازاي اللي هو العدد الزري اللي هو اللي تحت الزرة يبقى لهو في الامتحان جيب لي شكل زي كده هو وقال لي هات العدد الزري هو العدد اللي تحت طب هيو عدد كام عدد البروتونات هو هو العدد اللي تحت برضو يبقى العدد الصغير العدد اللي بيوضح لبروتونات او العدد الزري طب وسبعة اللي بيعبر لي عن بروتونات ونيترونات مع بعض وبسميه عدد كتلي طيب احنا في دلوقتي عدد اللي اسمه عدد نيوترونات لسه مش عارف ان نجيبه. في عندي علاقة بتقول ايه? ان العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طيب ما هو العدد الكتلي عندي بسبعة بيساوي عدد البروتونات اللي احنا قلنا العدد اللي من تحت اللي هو ثلاثة يبقى ثلاثة زائد عدد النيوترونات ما عرفوش. هاودي دي الناحية التانية. هيبقى في الحالة دي عدد النيوترونات هيبقى عدد النيوترونات بيساوي. سبعة ناقص. انك هتودي دي ناحية التانية بتنقص تلاتة. هيساوي. هيساوي اربعة. يبقى عدد النيوترونات في الحالة دي بيساوي اربعة. من خلال العلاقة دي. يبقى ان عدد النيوترونات بيساوي اللي هو العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات اللي هو العدد الزري. يبقى ان عندي سبعة ده العدد الكتلي ناقص العدد الزري يبقى تاني الزرة عبارة عن نواة وإلكترونات النواة بتاعته على بروتونات ونيترونات مجموعة الاثنين اسمه العدد الكتلي البروتونات بس هو العدد الزري لما يديني مثال زي كده بيبقى العدد الصغير بيعبر عن بروتونات اللي هو العدد الزري باللي فوق الكبير بيعبر عن بروتونات ونيترونات اللي بسميه عدد كتلي لما اعوز اجيب عدد النيترونات يبقى بطرح العدد الكتلي نقص العدد الزري زي ما احنا عملنا في الجزئية دي ان عدد النيترونات بيساوي العدد الكتلي اللي هو كان سبعة ناقص العدد الزري اللي هو كان ثلاثة فبالناتج دي اربعة الربعة دي هي تعتبر عدد النيترونات يبقى كده وضحت تركيب الزرة وازاي اجيب عدد البروتونات وايه هو العدد الزري. وازاي يجيب العدد الكتل اللي هو مجموع اللي اتنم مع بعض بروتونات زائد نوترونات. ولو حبيت النيوترونات اطرح ده النقص ده. فيه يسئة صغيرة. نفترض انه في الامتحان. جيب لي مثال بيقول لي. اذا. كان. عدد. البروتونات. داخل. نواة. زرت. الاكسوجين بيساوي تمانية. وعدد. النيوترونات بيساوي برضو تمانية. فما العدد الزري والكتل لهذه الزرة. في الحالة دي. نطبق الكلام اللي احنا قلنا العدد. الزر بيساوي عدد بروتونات فقط. اللي هو اصلا كم? اللي هو بيقول لي عدد بروتونات في نواة الزرة تمانية. يبدو العدد الزر تمانية. طيب العدد الكتلي هيساوي. احنا قلنا العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد النيوترونات. في الحالة دي عدد البروتونات تمانية. عدد النيوترونات تمانية. يبدو تمانية زائد تمانية. بيساوي ست عشر. وده كان الجزء اللي انا كنت عزا وتضحها. آآ في الفيديو ده. اللي هو تركيب الزرة عموما وازاي بحسب بروتونات ونيوترونات وايكترونات. وايه شو احنا كل واحد فيهم. تمنى تكون استفدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.